القانون الناظم للبيئة الاستثمارية احنا ملتزمين بتقديمه بدي يظل هذا الامر ملتزمين بتقديمه هذا الشهر فبدنا التزام بهذا الامر بان نقدمه خلال هذا الشهر هذا امر اساسي ومهم وهذا امر وهذا امر يأتي في سياق مسيرتنا الرامية الى ان ننتقل الى مراحل تنفيذية نتجاوز من خلالها العقد الذي شهدنا من التحديات والذي روحنا فيه فيما يتعلق بتحقيق نسب نمو اقتصادي في اطار لا يتجاوز نسب الاثنين بالمئة ثم جاءت ازمة كورونا والان نحن امام باذن الله مرحلة التعافي رغم التحديات على سلاسل التوريد وارتفاع اسعار السلع الاساسية والبترول الذي ولدته الازمة الاوكرانية سيما واننا حققنا الحقيقة الكثير من المنجزات وكل مؤشراتنا الاقتصادية بما فيها تصنيفاتنا الاعتمانية من قبل وكالات التصنيف الدولية الرئيسية اما ثبتت او تم رفع عكسا لسلامة وصلابة ومنعت الادارة الحصيفة للاقتصاد الاردني والكثير من القرارات التي كانت قد اتخذت سابقا في الدولة الاردنية واثبت نجاعتها ومن ضمنها التعاقد الطويل الامد المرتبط بمثلا اتفاقيات الغاز التي وفرت على الخزينة العامة خلال العام الماضي حوالي مليار ومئتين مليون دولار امريكي في الاشهر الاربع الاولى من هذا العام حوالي تلاثمائة وخمسين مليون دولار امريكي لدينا اليوم بفعل سياساتنا الحصيفة رقم قياسي بالموجودات من العمل الاجنبية في البنك المركزي الاردني يصل الى قرابة 17 مليار دولار امريكي وهذا رقم لم نصل اليه في تاريخنا حققنا كل المستهدفات في الموازنة العامة السابقة للعام الماضي فيما يتعلق بالاراد العام بل تجاوزناها الى واقع 104% من الاراد المستهدفة بدأنا نحقق نمو اقتصادي يؤشر على تعافي قدبنا موازنة عامة لمجلس النواب وهذه الموازنة العامة لم تتضمن اي رفع لأي من الضرائب لاننا نقف على ارضية صلبة ومتماسكة وبها الكثير من المنعة والافق الاقتصادي الايجابي نحو تحقيق ارقام اكبر ومعدلات اكبر من نمو الاقتصادي باذن الله وبدأنا نشهد ايضا كشهادة ثقة في الاقتصاد الاردني اقبال للاستثمارات بدلالة الكثير من الاتفاقيات لتجارة توقيعها مع دول شقيقة ومع صناديق استثمارية في دول شقيقة مثل الاتفاقيات التي وقعت ما بين شركة تطوير العقبة وشركة ابو الضبيل الموانئ والاتفاقيات التي هي الان قيد الانجاز فيما يتعلق بشركة صندوق الاستثمارات السعودية علاوة على الاهتمام الذي ترونه انتم من جهة دولية متعددة بالقدوم للاردن الاستثمار في قطاع التعدين والكثير من مذكرات التفاهم التي اقرها المجلس في هذا الصدد ففي اطار هذه المسيرة المتكاملة ينبغي لنا ان نقدم قانون الاستثمار او القانون النظم للبيئة الاستثمارية ليمكن كل من يرغب بان يأتي الى الاردن على قاعدة الثقة التي يراها عبر تصنيفات المؤسسات المالية المختلفة لمنعة الاقتصاد الاردني والافاق نمو الاقتصاد الاردني بان يكون هذا القانون حاضرا وجاهزا ليتم عرضه على مجلس النواب وليتم اقراره لنمضي قدما باتجاه تحقيق نمو اقتصادي يبني على منعة هذا الاقتصاد على اوضاعنا الاقتصادية والمالية المنتازة والمستقرة والتي نسعى باذن الله الى تعظيمها والى تعظيم استقرارها ليبدأ بالانعكاس على تحقيق نسب نمو اعلى تتم من خلالها معالجات وعبر بوابة تمكين القطاع الخاص كشريك اساسي بالتنمية واستجلاب الاستثمار الاجنبي المنتج لفرص توظيفية لنبدأ بالوصول الى مقاربات تفضي الى حل اشكاليات وتحدي البطالة الذي صاحبنا لفترات طويلة والذي انا لهذه المعالجات الجذرية له وكل هذا مبني الحقيقة على هذه الثقة الدولية التي اشرت عليها مراجعاتنا المختلفة لبرامجنا الاصلاحية الهيكلية مع صندوق النقد الدولي ولقد قام الصندوق بثلاث برامج مراجعات خلال العامين الماضيين كانت كلها ناجحة لغاية اشهر البنك الدولي على ان الاقتصاد الاردني اثبت منعة وكان الاكثر منعة فيما يتعلق في المنطقة فيما يتعلق بتدائيات الازمة الاوكرانية الروسية سيما فيما يتعلق بالسياسات التي انتهجها الاردن وفعلا بفعل رؤية جلالة الملك في ايجاد مخزون استراتيجي من القمح يكفي لما يزيد عن عام ونيف ومخزون من الشعير يزيد عن عام ونيف هذه كلها مؤشرات قوة ومنع للاقتصاد الاردني ومؤشرات تنبئ بافق نستطيع من خلاله ان نعود بعد عقد صعب وبعد جائحة كورونا الى درب وطريق النمو ونتطلع الى صدور الوثيقة المنبثقة عن ورشة العمل الاقتصادية التي استضافها الديوان الملكي الهاشمي واجريت ايضا بالتعاون والاشتراك مع الحكومة لتضع لنا خارطة طريق التي نعمل بان تكون خارطة طريق عابرة للحكومات وان تنقلنا نقلة نوعية باتجاه المعالجات الحقيقية لتحدي البطالة الموجود ولتحقيق نمو اقتصادي مبني على هذه الموثوقية باقتصادنا ترجمة نانسي قنقر